نحن نرى أن الأمور أشبه بمربع شضرنج الكل بيادة الكل الإرادة خارج هذا المربع من فتح لك علبة المربع وجعلك مرة أنت استصارى ومرة أنت تناغم هو مشغل خارجي إننا نحق الإرادة الذاتية العراقية لا حلول في الأفق بأن الإرادات غير عراقية خالصة إرادات مرتبطة هذه تحددها تحديداً على ما يجري الآن؟ لا تحديداً على كل ما يجري في الخضراء لنعتبر أن رأس القضية هي المنطقة الخضراء باعتبارها صاحبة القرار السياسي الأول برلمان حكومة ومحيطة ومحيطة إذن هنا صراع إرادات يعتقد البعض أنه هو يلعب ضمن فلكه واقع الحال هو يلعب ضمن فلك معد له مسبقاً وهنا أنا أقصد الابتداء قبل أسطن إجراء عملية الانتخابات لذلك تشريم وهنا حينما أقول تشريم أقول للمعظم لا أقول لأنه من تسلق بإسم تشريم لأنه تقرير كذكر شيئاً بهذا الخصوص المهم شعب عراقي قاطع قمنا نحن كنشطاء ماذا تسمينا سمينا وطنيين توضيح لماذا نقاطع حذرنا الأخوان جميعاً جميعاً بدون استثناء أن هذه الانتخابات ستكون الأسوأ وستكون نتائجها للأسف كارثية لم يسمع لنا مربع الخضراء عن ذلك هنا أقول مربع الخضراء ولا أستثني فائزاً أو خاسراً فولدت هذا والآن إذا جئنا إلى ما يجري اليوم اللي لم يمتلك أصحاب المربع الإرادة السياسية في تحقيق الذات والتضحية لن تحل الأول لا يستطيعون حلها هناك من يحرك الكل حتى وان قتل الملك الملك الآخر سوف لن يكون رابحاً لأن المشغل الرئيسي سيطبق من المشغل الرئيسي؟ معسكرين أمريكا وإيران اشتركوا في القناة